يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحدث أصحابه فقال لهم كيف أنعم شلون أفرح بهذه الدنيا وأتنعم فيها وصاحب القرن يعني الملك الموكل بالنفخ في الصور قد التقم القرن الصور جاهز يستمع الإذن متى ينفخ في الصور فينفخ الأمر ترى صعب يقول شون تبوني أنعم بالدنيا والأمر جاهز والملك مستعد للنفخ بالصور فثقل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث يعني يصير أننا لا نفرح بالدنيا ولا نستمتع المتعة الكاملة لأن الصورة أو نافخ الصور مستعد للنفخ بالصور فثقل على أصحاب النبي فقال لهم يعلمهم ماذا يصنعون الآن قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل الله جل وعلا هو الحسيب هو الكافي يكفيك عن الدنيا بما فيها من توكل على الله كفاه فهو الحسيب جل جلاله وكفى بالله حسيبا يكفيك لو تخلى الناس كلهم عنك لو خذلك كل البشر الأقربون لو تنكروا لك لو كل وسائل والأسباب التي تعينك قد نفدت راحت حسبك من الحسيب جل جلاله يا أيها النبي حسبك الله الحسيب يكفي عباده من يريدون غيره إذا كفاهم خلاص لا يحتاجون لسواه جل جلاله والحسيب تأتي بمعنى ثاني أيضا الذي يحاسب عباده ويجازيهم يوم الحساب فهو الحسيب إن الله كان على كل شيء حسيبا الله جل وعلا سيجازي العبادة على كل أعمالهم فلأنت مستعد فالحسيب يراقبك الحسيب يحصي أعمالك الحسيب سيعرضها عليك الحسيب سيجازيك بها وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ الله جل وعلا والله لو ذر لو حبت خردل لو نظر لو فكرة أي شيء سيعرض عند الله منها ما سيتجاوز الله عنه ومنها ما سيثقل ميزانك ومنها ما سيخف ميزانك ومنها ما سيحاسبك الله به تخيل يا عبد الله ماذا أنت صانع في ذلك اليوم حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا الله هو الحسيب حسبك الله وكفى بالله حسيبا والله لو تخلى عنك أهل الأرض كلهم وكفى بالله وكيلا وكفى بالله حسيبا المعنى الأول من اسم الله عز وجل الحسيب الذي يكفي عباده فهو الكافي فهو الحافظ حسبنا الله ونعم الوكيل أما المعنى الثاني لإسم الله عز وجل الحسيب أي المجازي الذي يجازي الناس على أعمالهم يوم القيامة لن يفوت عليه شيء جل وعلا والله لو كانت مثقال ذرة أو حبة في باطن الأرض أو في البحار أو في السماوات لأتى بها العزيز الحكيم الحسيب لن يضيع أعمال الناس أبدا وكفى بنا حاسبين يأتي رجل يوم القيامة له أعمال كلها سيئة على مد البصر إلى الأفق كل أعماله صحائف سوداء من الذنوب والمعاصي فلما ينتهي كل أعمال سيئة يؤمر به إلى النار فيقول يا رب خلاص هلكت فيؤتى ببطاقة ببطاقة الآن أمام هذه الصحف والسجلات الكثيرة قال وماذا تفعل هذه البطاقة ماذا ستفعل هذه البطاقة أمام هذه السجلات الكثيرة فإذا بالبطاقة مكتوب عليها لا إله إلا الله هو ربما من أمة ما كان فيها شرائع فقال هذه الكلمة فإذا بها يفوز يوم القيامة قال وماذا تصنع هذه البطاقة أمام هذه السجلات كلها فتوضع في الكفة الأخرى فتطيش كل صحائفه السوداء وتثقل ميزانه بطاقة واحدة ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين الحسيب لن يضيع شيئا جل وعلا حتى على المجرمين نعم ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا لو ذرة لو أي شيء كل ما يحصل الآن في الأرض ما تسقط من ورقة ما يخرج شيء من الأرض ولا ينزل شيء من السماء إلا كتبه الله جل وعلا ويعلم به الحسيب الرقيب جل وعلا فلما تتخيل أنك تعمل عملا سيئا أو صالحا تذكر فقط أنك تعامل الحسيب جل وعلا الذي لن يضيع شيئا من أعمالك سيحاسبك عليها ولهذا سمى ذلك اليوم يوم الحساب وكفى بنا حاسبين إنه الحسيب جل وعلا